أطباء التأمين الصحي بمساشفة 6 أكتوبر في الدقي ومساشفة التأمين بمدينة ناصر نظاموا وقفة احتجاجية للمطالبة بمساواتهم بالأطباء العاملين بوزارة الصحة الأطباء المحتاجين قالوا أن الوقف عبارة عن حاجة رمزية من أطباء الهيئة اللي ما تطبقش عليهم الكادر الأساسي زي غيرهم من أطباء وزارة الصحة وده اللي أدى أن الأطباء الجدد ما بقاش عندهم أي رغبة في الالتحاق بهيئة التأمين الصحي وأن طبيب التأمين الصحي بمرتبه بيوصل لـ 1300 جنيه بالحوافز في المقابل طبيب وزارة الصحة مرتبه 3000 جنيه فبالتالي أطباء الهيئة بدأوا في إلغاء انتداباتهم والعودة لوزارة الصحة طيب دكتور علي حجازي طيب معاش معنا على تليفون رئيسي التأمين الصحي وهو شخصيا لما كان مشرفنا هنا في الحياة اليوم كان اعترف بالفعل أن ده من أحد أسباب أن منظومة التأمين الصحي في مصر يعني ما هيش بالشكل المطلوب لأن لما ما تديش الأطباء المرتبات أو حياة كريمة طليق بيهم يبقى ملوش نفس أن هو يؤدي الخدمة أو حتى يعزف عنها أو ما يبقاش راغب أنه يلتحق بالهيئة الهيئة